يعني أعتقد أن الوسطاء يحاولوا التمسك بأكبر قدر من التفاؤل هناك جهود تبدل على قدر كبير من الأهمية وعلى مستوى تمثيل رفيع المستوى في هذه الجولة على وجه التحديد هناك إرادة حقيقية لدى الأطراف الثلاثة القاهرة والدوحة وواشنطن بمحاولة الوصول بأسرع ما يكون على المستوى الزمني لإتمام هذه الجولة وقطع الطريق على أي شكل من أشكال المماطلة والمروغة الإسرائيلية التي كانت من نصيب جولات سابقة انخرط نفس هؤلاء القادة الكبار والمسؤولين الذين بذلوا جهد كبير في هذه الجولات السابقة يحاولوا في هذه الجولة على وجه التحديد أن يكون هناك اختراق من نوع ما أعتقد أن ما قدمته حماس في هذه المرة له طابع إيجابي إلى حد كبير تخلت حماس عن الجمودة التي كانت تقوم بتقديمه في ردودها على الأوراق الأمريكية مشروع بايدن على الورقة التي عدلت من جانب إسرائيل على ما قدمه الوسطاء في هذه المرحلة على وجه التحديد تحاول حماس أن تقدم نفسها بشكل جديد بأنها لديها قدر من المرونة وأنها تتجاوب وتنزلت عن شروط رئيسية لصالح إتمام الصفقة وبدء سريان الهدنة بأسرع وقت ممكن أعتقد أن في مجمل هذه الخلافات التي تحاول إدعوت أحرانوت أن تروجها هي تروج إلى وجهة النظر الإسرائيلية هذه الحزمة من الخلافات ليست كلها حقيقية وليست كلها تمثل مشكلة بشكل رئيسي الذي يمثل مشكلة حقيقية هي أوضاع القوات الإسرائيلية في كل من محور نتريم ومحور بلادلفيا